مطلع أغسطس الجاري تناقلت وسائل الإعلام خبر اكتشاب حالات ما يعرف بالدرن المقاوم ولم يكن الخبر مفاجئا في بلد تعاني من فوضى الدواء والعلاجات في بعض المراكز ناهيك عن التسيب الكبير في منافذ البلاد مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار أكد في وقت سابق لـ 218 نيوز أن حالات الدرن المقاوم اكتشفها المركز في طرابلس لدى ثلاثة ليبيين ومهاجر غير قانوني علميا يعد الدرن المقاوم نوعا من أنواع السل يقاوم جميع المضادات الحيوية المتعارف عليها للمرض منظمة الصحة العالمية تعز أسباب المرض إلى عطاء علاجات غير ملائمة أو عدم إكمال المرض لعلاجاتهم بشكل تام وتضيف المنظمة أن مقاومة المرض للأدوية تظهر أساسا في المناطق التي تقل فيها برامج مكافحة السل بعد ذيوع الخبر الليبي كانت البداية مع الجارة مصر التي شددت الرقابة الصحية على الداخلين إليها عبر منفذها مع ليبيا لتحاشي انتقال عدوى الدرن وقبل ذلك الحصبة لعله درس للسلطات الليبية المفككة لتهتم بالمواطن الذي تقاطرت عليه الأمراض والمحنو اشتركوا في القناة